نزلنا السوق الخضار والفاكهة شان نعرف بس الدنيا ايه مع الناس واهلينا كمان والاسعار اخبارها ايه التأثير درجة الحرارة على الخضار والفاكهة تأثيره على المزارع بتاعتنا بساحات بتاعتنا هل ده اصر ولا لا هل هناك يعني تأثير فعلا درجة الحرارة على اسعار الخضار والفاكهة ولا ده طبيعي هل فعلا فيه اسعار زادت ولا لا ده سوق الخضار طبعا زي ما حاكم بتشوفوا كده هل اسعار البصل زادت قوي البطاطس زادت قوي طب ليه الفلفل الالوان وغير الالوان والحراء وغيره هل زادت قوي ولا في المعدل كل الانواع زي ايه روحنا السوق ما هو ده السوق سوق الجملة سوق الجملة طيب السعر عنده بكام هيقولولنا طماطم اخبار هي طماطم دي بالنسبة لدرجة الحرارة اللي احنا فيها دي على طول بس الحمد لله درجة الحرارة بقالنا يومين بالمناسبة درجة الحرارة بقالنا يومين نزلت شوية وده كمان عمل عمل تأثير البطاطس مرتفعة طبعا اسعار بطاطس مرتفعة وكله بيتكلم على اسعار بطاطس زادت خلال الفترة الماضية وهنعرف طبعا زادت ليه وهل زيادة مبررة ولا لا خلي بالحضراتكم هقول لكم على حاجة يعني في الملف ده بتاع الخضار والفاكهة والبطاطس والحاجات اللطيفة دي الفاصولية البطاطس بترجع بيتك مثلا ما عندكش حاجة تطلب ايه تعملونا صنيط بطاطس بجد صنيط بطاطس اسهل حاجة في البيت المصري تتعمل عايز تعمل مش عارف منها ايه تعملها زي ما انت عايز تنوع من بطاطس انواع مختلفة ولكن اسهل حاجة اللي هو اللي موجود بطاطس اعمل صنيط خلاص هي صنيط بطاطس مفيش بيت في مصر يخلو من البطاطس وعشان كده الناس ما تقول لك هي غالية ايوة غالية غالية على الناس ليه غالية على الناس المواطن لما يلاقي كيلو بطاطس بين 25 و 30 يعني ايا كان السعر لو بنسباله غالي لانه ده بتكلم على بطاطس لكل بيت عارفين الشاو السكر هي البطاطس كده البصل هو نفسه ما فيش حاجة تعمل من غير بصل التوم نفس الحكاية ما فيه حاجات اساسيات في بيه كل بيت ما احنا كلنا بيوت وقرة مش جايين يعني من لا يعني موضوع بسيط قوي يعني لكل واحد هنا حد في بيته ما عندوش دول بطاطس توم بصل شاو سكر صح فيه حاجة تانية دول اساسي للبيت اللي يعني البسيط والغني اللي عنده اللي ما عندوش دول موجودين تنوع بقى اه عندك حاجة تانية ما عندكش ممكن تزود اه رز طبعا او مكارونا مثلا او الاتنين يبقوا موجودين لكن فيه اساسيات في كل بيت حاجة دي تبقى موجودة منها البطاطس شفت الأمر الفاتحة يقول لك دار ما فيش حاجة بديل البطاطس ليس لها بديل يعني البامية مش لاس فيه بديل البامية لكن البطاطس لا ما فيش بامية اقول لحاجة تانية مثلا لكن فيه حاجات ما ليس لها بديل زي ما حاجة منشوفوا كده طبعا شوفنا مع الناس وبدأوا الناس يتكلموا على ليه قد بامية لسه منتكلم لسه منتكلم على البامية موجودة البامية موجودة طب نشوفوا التقرير ونشوفهم كمان قالوا هي هل فعلا درجات الحرارة أثرت هل فعلا الحاجة زيادة قوي مرتفعة قوي ولا لا نتابع